لا تعترض لما لا يعينك واعتزل عدوه واحتفظ من خليلك إلا الأمين من القوم لا يعادله شيء ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تفشي إليه سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل زي ما شفت كده في المقدمة أنا النهاردة جاي علشان أخليك تعمل فيديو زي ده احترافي بس الفكرة هتبقى بطريقة مجانية مية في المية الفيديوهات اللي زي ديك بتنتشر في الفترة الأخيرة بطريقة فيروسية يعني لو قدرت تنشئ محتوى بالطريقة ديت أولا هتطلع من غير صورتك ولا صوتك وهتقدر من خلال اليوتيوب أو الانستجرام أو أي وسيلة التواصل اجتماعي إنك تكون منشئ محتوى محترف وتقدر تعمل فلوس وده كله بطريقة مجانية مية في المية لأن الكل عارف إن الموضوع ده بيكلف كتير أول وهنشوف مع بعض النهاردة نمازج للمواقع اللي بتعمل الحاجات ديت بأسعار كبيرة جدا في ناس بتستخدمها عشان تطور المحتوى بتاحها ومعندوش مشكلة إن هو يدفع فيها لأنها بالفعل تستاهل لأنها بتطلع له نتيجة احترافية مش هتقدر تطلعها من أي برنامج تاني بطريقة مجانية والفيديوهات ديت زي ما أنا قلت لك بتنتشر بشكل فيروسي يعني هتقدر تعمل منها فلوس كويسة جدا النهاردة دوري إن أنا خليك بدون برامج وبدون مواقع وبدون حتى ما يكون عندك برنامج منتاج هتقدر تطلع فيديو احترافي زي اللي انت شوفته في المقدمة بالضبط وخليك فاكر إنك لا هتستخدم مواقع مدفوعة ولا هتستخدم برامج وهتطلع فيديو احترافي زي ده بالضبط بس قبل أي حاجة خلينا بس بسرعة نشوف اللي فايز معنا في الحلقة اللي فاتي الفايز اللي ظهر دلوقتي ياريت يتواصل معي في أسرع وقته ممكن علشان يستلم الجايزة بتاعته ولو لسه بتتفرج عليها لأول مرة فالجايزة دي بتبقى قيمتها خمسة دولار بنعملها كل حلقة الجايزة بتبقى عبارة عن لغز بنقوله في أول الحلقة أو في وسط الحلقة أو في آخر الحلقة لو عرفت الإجابة هتنزل بسرعة تكتبها في الكومنتات تحت بس قبل ما تعملها لازم تكون عامل اشتراك ولايك لإن دي من الشروط علشان يطلع اسمك من الفايزين لإن الموقع اللي احنا بندخل فيه الكومنتات عشان يطلع لنا الفايز بتبقى من المعطيات بتاعته بيختار الكومنتات فقط اللي عامل اشتراك ولايك أما بالنسبة للمسابقة الكبيرة اللي أعلن عنها من فيديوهين فهي ما زالت قائمة كل اللي عليك عشان تعرف شروط المسابقة وتعرف تنفذها إزاي؟ هتنزل تحتها هتلاقي جروب بتاعة التليجرام جروب التليجرام الخاص بالقناة هتشترك في الجروب وهتعرف من خلاله المسابقة هتتم إزاي؟ غير إن الجروب دايما بنقول عليك كل ما هو جديد في القناة وأسماء الفايزين بتاعة المسابقة الكبيرة برضو هتتعلن على الجروب بتاعة التليجرام نرجع على موضوعنا انتشر في الفترة الأخيرة ديت نوعية الفيديوهات اللي هنتكلم عليها النهاردة للأسف 90% من الناس نفسها تعمل فيديوهات زي ديت وتبدأ فعلا تعمل محتوى لكن ما كانتش عارف بسبب إن المواقع اللي هتساعدك عشان تطلع فيديو احترافي زي ده الاشتراكات بتاعتها كبيرة جدا وطبعا غير السعر الغالي للاشتراك بيديك دقايق محدودة يعني مش مجرد إنك بتدفع الاشتراك وبتوقع طول الشهر تطلع فيديوهات بيديك عشر دقايق عشرين دقيقة تلاتين دقيقة يعني يا دوق تكفي كم فيديو وإذا كانت فيديوهاتك طويلة شوية يبقوا هم يدوبك فيديوهين تلاتة ممكن تدفع مقابلهم خمسين دولار وكده إحنا بنتكلم على موقع واحد من ضمن مجموعة مواقع حتستخدمها علشان تقدر تطلع الفيديو اللي انت شفته ده النهاردة أنا جايب لك طريقة مجانية مية في المية هتقدر بدون مواقع أو برامج أو اشتراكات إنك تطلع الفيديو اللي انت شفته قدامك دلوقتي بس الموضوع محتاج تركيز كبير قوي قوي لإننا هنعمل خطوات دقيقة جدا هتوفر عليك وقت كبير جدا وهتوفر عليك فلوس كتير جدا بس تتطلب إنك تكون مركز معايا خطوة بخطوة خطوات هننفذها وهنمشيها مع بعض واحدة واحدة وهوفر لك كل الأوامر والبيانات اللي احنا هنستخدمها النهاردة علشان تساعدك لو انت ببتدئ ومتعرفش أي حاجة في المجال فهيبقى لازم تكمل معايا الفيديو من أول لحظة لآخر لحظة عشان ما تنزلش في الكومنتات تحت تقول لي معرفتش أنفس الكلام اللي انت قلته النهاردة صدقوني الفيديو بتاع النهاردة خد وقت طويل جدا جدا عشان أقدر أنفذولك بالشكل اللي انت هتشوف لإن في الأول والآخر عايزة رياحك عايزك لو حتى ما تعرفش أي حاجة أنك تقدر تشتغل زي المحترفين فيديو النهاردة ما فيهوش أي أحالات مش مستفاب منك أي حاجة كل اللي عايزه أنك أنت تستفد أنك أنت تعمل فلوس أنك في الآخر تدعيلي دعوة حين وطبعا تنزل تعمل لايك عشان تقدر المجهود اللي أنا عملته علشان أقدر أطلع لك الفيديو بتاع النهاردة ربنا يجعله علم نافع لي وليك نروح بسرعة علشان نبدأ في الشق في نجان قهوتك وحصالنا رجعنا مع بعض تاين دي طبعا القناة لو أنت لسه تتفرج عليها أول مرة ففيه كمية فيديوهات كبيرة جدا موجودة في القناة هتقدر تنتفع منها أما برضو لو أنت معاه في القناة من زمان يهمني جدا أن أنا ألفت نظرك أن فيه شوية فيديوهات فيها معلومات تقالت لو ده مكتهم على الفيديو اللي هيتقلك النهاردة هتقدر من الاتنين تحقق فلوس كويسة جدا منهم فيديو زي ده اللي مكتوب عليه تلالتلاف دولار بدون خبرة أنت فعلا هتقدر تحقق رقم زي ده لأن احنا قلنا في الفيديو ده إزاي تعمل حساب إنستجرام تحوله لحساب منشؤ محتوى ومن أول ألف متابع تقدر تحقق ربع كمان قلتلك في الفيديو ده إزاي هتقدر تجيب أول ألف متابع عشان تحقق شروط الربع وإزاي تجيب متابع يتفاعل مع المحتوى بتاعها آخر تلات فيديوهات دول الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده اتكلمنا فيهم عن مواقع وظائف هتقدر تشتغل فيها من البيت بطريقة مجانية 100% وتعمل نفسك دخل شهري كويس المواقع سهلة وبسيطة ومجانية 100% وبقية القناة هتلاقي فيها محتوى كويس جدا هينفعك منها كمان الفيديو ده بتاع حل الاستبيانات للناس اللي استقعتني في الفترة الأخيرة عن طريقة حل الاستبيان الفيديو مددت قصيرة حوالي ديئتين ونص أو تلات دقايق حاليت في استبيان من الألف لليا لغاية لما وصلني النقط والفلوس وباقي القناة هتلاقي فيها محتوى جيد جدا بالنسبة 99% مجاني هتقدر تعمل منه فلوس كويسة جدا فانصحك انك لو لسه جديد تتابع القناة وتعمل اشتراك زي ما قدتلك وتبدأ تتفرج على الفيديوهات اللي موجودة في القناة وان شاء الله يكون علم نافع بالنسبة لك نرجع بقى لموضوعنا اولا هنبدأ باول موقع مشهور جدا في المجال اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة وهو موقع دي اي دي الموقع دوت بيقدر يطلع لك فيديو احترافي زي اللي انت شوفت في المقدمة ولكن الفلوس بتاعت الاشتراك كتيرة جدا بالنسبة لواحد مبتدئ او لسه بيطلق في المجال صعب جدا انه يدفع الارقام دي عشان يطلع الفيديوهات دي لانه مطالب بكمية فيديوهات كبيرة يعملها طول الشهر لو بسطين على الاشتراك ارخص اشتراك موجود تقريبا بخمسة دولار هيديك عشر دقايق في الشهر اما الستاشر دولار فبيديك خمستاشر دقيقة في الشهر طبعا دي المزاق اللي انت بتاخدها مع كل حساب كل ما الحساب امته زادت فبالتالي المزاق بتزيد فافضلهم تقريبا في المتوسط وهو حساب البرو بتبدأ تختار هنا عدد الدقيقة اللي انت عايزها شهريا لو وصلنا لست دقيقة يعني ساعة فقط هتدفع مبلغ حوالي خمسة وستين دولار انا بقى النهاردة جاي اقول لك عشان بدل ما تدفع الخمسة وستين دولار دول عشان ستين دقيقة فقط في فيديو احترافي انا هخليك تطلع محتوى غير محدود طول الشهر لحد ما تذهب بشكل احترافي وبطريقة مجانية وبدون مواقع وبدون براميج زي ما قلت لك انا كل اللي طالبه منك انك تقدر المجهود اللي انا عملته فقط والاهم انك تركز معايا في كل كلمة نقولها النهاردة لانها صدقني معلوماتها تنفعك جدا ولازم تكون مركز وانا بقولها علشان تربط كل الاحداث مع بعض اولا اول حاجة هنبدأ فيها احنا محتاجين نطلع صورة علشان نشتغل عليها عندنا النهاردة موقعين من اهم المواقع المجانية طبعا في مواقع كتير جدا بس انا بتكلم على انا بستخدمهم شخصيا اول موقع معنا النهاردة وهو ليوناردو اي 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 الموقع ده من المواقع المميزة جدا جدا بيديك كل يوم رصيد مية وخمسين عملة المية وخمسين عملة دول كافيين انك تعمل حوالي خمستاشر عشرين تلاتين صورة يعني عدد كافي جدا في اليوم انك تطلع الصور بتاعتك بطريقة مجانية وكل يوم بعد 24 ساعة بالزبط بيتجدد الرصيد ده بطريقة مجانية فانت تقريبا مش هتحتاج انك تدفع فيه اي فلوس طبعا لو عايز تكبر حجم شغلك وتدفع انت حر بس انا النهاردة بتكلم بالطريقة المجانية الموقع الرصيد بتاعه متجدد كل يوم الموقع التالي اللي هنستخدمه النهاردة وهو موقع بلاي جراوند اي اي برضو من الموقع المجانية والمميزة جدا في المجال ده بس لو عايز رأيي شخصي انا برجح ليوناردو اي اي اكتر من بلاي جراوند النتائج بالنسبالي انا شخصيا معرفش جايز تكون العكس بنسبالك النتائجي هنا بالنسبالي مرضية عن الموقع التاني ولكن ده ما يمنعش ان الموقع التاني بتاع بلاي جراوند فيه داتا كبيرة جدا تقدر تستخدمه كمان هسيب لك في المقال بتاع الموضوع بتاع النهاردة امر كتابي زي انت هتشوفه دلوقتي كل اللي عليك انك هتنسخ الامر الكتابي ده وهتبدل مكان النقط فقط الشخصية اللي انت عايزه الامر ده هو اللي هيخلي مواقع زكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي او بارت اللي هو تابع جوجل وده انا ارشحه بقوة وهنشتغل عليه النهاردة ان هو يطلع لك الامر بتاع الصورة هيطلع لك امر احترافي زي اللي انت شايفه تحت ده الامر ده انا ما كتبتش فيه اي كلمة كل اللي انا عملته ان انا دخلت له الامر ده وكتبت فقط مكان النقط هنا الشخصية اللي انا عايزها فهو بياخد الامر ده وبيديني الامر اللي انا بديه لمواقع الزكاء الاصطناعي زي الموقعين اللي احب نتكلم فيهم دلوقتي علشان يقدر يولد لي صورة احترافية زي اللي انت شايفها دي هنبدأ بقى مع الخطوات خطوة خطوة عشان خطري ركز معي كويس جدا اول حاجة هناخد الامر ده هناخده كده نسخ وهنروح لبارت وهو تابع جوجل هنيجي هنا وهنكتب له الامر مكان النقط هنا هحطله الشخصية اللي انا عايزها مسلا هكتب له انا عايز ولد صغير عايز راجل كبير عايز صورة واحدة عايز صورة كزا او كزا زي ما انا عايز هاجي هنا مكان النقط مسلا وهكتب له الامر اللي انا كتبته له اول مرة عايز واحد شخصية مسلمة مسلا من ايام الصحابة اكتب الامر اللي انت عايزه عايز راجل عجوز مصري عايز راجل آآ ياباني. عايز آآ فقيف الدين. عايز آآ شخصية واحد من الحكماء مسلا. شخصية واحد من الشعراء. شخصية كذا شخصية كذا زي ما انت عايز. هكتب له هنا الشخصية. انا كده كتبت الجملة اللي انا بطالبه بيها ان هو يديني امر لصورة علشان ادخله في مواقع الزكاة الاصطناعي ويطلع لي صورة احترافية. هقول له ارسال. طبعا لازم الامر تكتبه باللغة الانجليزية علشان المواقع بتاعت للزكاء الاصطناعي ما بتقبلش الا اللغة الانجليزية. مش هينفع اكتبه بالعربي. عشان كده انا قلت لك هسيب لك النص ده. تاخده وتبدل بس مكان النقط الشخصية اللي انت عايز. هنا اديني الوسط بتاع الشخصية. هياخد ده كده كله نسخ. كده تمام. وارح هنا مسلا على هتسجل بحساب ايميل جميل عادي جدا وكل يوم هيتجدد لك الرسيل. هيجي هنا على الادوات بتاعتي وهاختار اول اختيار. طبعا احنا عندنا كذا اختيار. ممكن نتكلم عن الموقع ده بالتفصيل في مرة تانية بس احنا هنتكلم عن النقطة اللي احنا عايزينها فقط. هدوس كده على الاختيار ده. هنا الاوضاع بتاعة الصورة انا عايز الصورة باي شكل مع التجربة مرة واتنين وتلاتة هتبدأ تفهم الاستيالات المطلوبة منك. ولكن اكتر واحد بستخدمه وهو الاختيار الاول. بيديني نديجة وقعية شوية. في ناس بتبقى عايزة الشخصية بتاعتها على شكل كرتوني. في ناس بتبقى عايزة على شكل شخصية خيالية. شخصية حقيقية. طبعا ده هيوفر لك الاختيارات كلها. هنا هختار الاختيار ده. دي خاصية لسه نزلة جديدة. برضو ممكن نبقى انتكلم عليها بعدين. هنا عندي احجام الصورة. انت عايز الصورة مربعة او مستطيلة او مستطيلة بالطول. عدد الصور اللي عايز يولدها لك في كل امر. يعني عايز لما اكتب الامر يطلع لي اختيارين ولا تلات اختيارات ولا اربع اختيارات معاك لغاية تمن اختيارات. طبعا كل ما زودت الاختيارات هياخد منك عملات اكتر. فحاول تقلل الاختيارات شوية. هنا زي ما انت شايف بيقول لي الامر اللي انا مسلا هعمله لك هياخد منك اربع عملات فقط في صورتين. وبعد كده ادس له هنا كده. وحط له الامر اللي انا اخدته من بارد. واطلب منه ان هو يولد للصورة. في خلال ثواني هيكون الصورة جهزة عندي. تمام. كده اولد لي صورة جديدة غير الصورة اللي انت هشفتها في المقدمة. هنا لو اخترت الاختيار ده فهو هيطلع لي الصورة واقعية جدا. عشان الشكل ما يجليش بالجنب ده وتبقى الشخصية المتحدثة واضحة. فانا هطلب انه ان هو يخلي الصورة من الوجهة العمامية. غيرت في الامر شوية وهندي له هنا توليد علشان نشوف الصور الجديدة هيبقى شكلها عمل ازاي. زي ما انت شايف اديني المراضي الصورة من الوجهة. فدي طبعا هطلب افضل بالنسبة للمحتوى اللي احنا هنقدمه النهاردة. لو نزلنا تحت هتلاقي دي الصورة اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي انت شفته في المقدمة. لو جينا على موقع نفس الطريقة بالزبط. برضو هيديك شوية خطوات في البداية كي تمشي معها تعريفي علشان تعرف بس الموقع بعد ما تخلصها هيزهر لك الموقع بالوجه اللي انت شايفها دي. هنا هقدر اختار اللي انا مقاسات الصورة بالعرض زيادة او تبقى مربعة او واخدها طول. طبعا الافضل ان انا ممكن اخليها عرض لو انا هعمل فيديو طويل. لو انا هعمل فيديو قصير يبقى انا هعمل الصورة بالطول شوية عشان اقدر اخد صورة احترافية. هخط له هنا الامر. وبعد كده ادوس توليد. نفس الكلام برضو بيديني اختيار انا عايز اطلع في كل امر صورة او اتنين او تلاتة او اربعة. ومن الاختيار ده انا بختار جودة الصورة او بتاع الصورة. كل ما الجودة عالية الرصيدة اللي هياخده منك اعلى. هنا طلع لي صورة. انا شايف ان جودتها مخترمة جدا. لو عايز تكبر المساحة اللي انت بتشتغل فيها علشان تشوف بشكل اوضح. هتدوس على زرار بتاع الماوس. علشان خاطر تعمل زوم ان وزوم اوت. لو حبيت تخرج الصورة فانت هتيجي تضغط على الصورة كده وتضغط يمين. وهتختار هنا ان هو يكبرها لك بمقاس اربعة اكس. علشان تبقى الصورة بتاعها اوضح. هتنتظر لغاية لما يخلص تكبير. وبعد كده اضغط على فبالتالي هتنزل على الجهاز. نفس الخطوات بالضبط بنعملها من على الموبايل. كل المواقع اللي هنشتغل عليها النهاردة. يعني من الموبايل زي كمبيوتر الخطوات واحدة. هنيجي على الموقع التالي. الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة وهو اسمه الموقع ده كل اللي عليه انك بتدخل له الصورة وهو بيطلعها لك على شكل فيديو صغير متحرك. بدل ما ناخد الصورة وتبقى صمتة كده احنا عايزين الشخصية تتحرك شوية. كل اللي على ان انا هاجي هنا اعمل تحميل للصورة بتاعتي من على الجهاز. هختار الصورة واعمل تحميل. هيبدأ يحمل الصورة بتاعتي على الموقع. تمام الصورة تحولت زي ما انت شايف بتبدأ تتحرك بس انا عايز اغير الحركة دي بيديها بعد سلاسي الابعاد شوية. هجيب الصورة بتاعتي ناحية اليمين شوية. وهنا هنشوف الحركات بتاعتنا عايز يتحرك ايمين شمال. او يتحرك بحركة دائرية او بيتحرك فوق وتحت. لكنه بيتنفس كده. او يتحرك بحركة دائرية كده او كده او كده بتختار الحركة اللي انت عايزها. هناخد مسلا الحركة دي. السرعة بتاعة الحركة كمان ممكن اقدر اتحكم فيها. نيجي بس على النقطة دي ان انا عايز اخلي هنا الفيديو اطول حاجة. هو تقريبا بيبقى في حدود خمس ثواني. انا مش عايز اكتر من كده. وعندي هنا الحركة بتاعتي اخليها سريعة او بطيئة. انا متهيق لي هنخليها ابطأ بتبقى شكل افضل. هنا انت عايز تبقى قريب او بعيب من الحركة عشان تشوف الحركة بشكل افضل وتديك بعض افضل. ممكن نخليها على النص زي ما هي. بعد كده الاختيار ده. الحواف اللي هتبقى على اطراف الشخصية. عشان لو الخلفية فيها شغل كتير هيباني ان هنا فيه تقطيع. كل ما قللت الحواف ديت هتبقى بتديك نتيجة شكلها افضل. زودت الحواف زي ما انت شايف لو واضحة في التصيير كويس. هتلاقي هنا الحواف بتزيد فلو في كتابة في الخلفية هتتأثر. فالافضل ان انا اقلل الحواف دي شوية. اخر اختيار وهي الابعاد بتاعة الحركة. دي انا اقدر العب فيها زي ما انا عايز لو انا عايز اغير الابعاد شوية. ممكن تخليها زي ما هي عادي. مش مشكلة لو عايز تغيرها براحتك. هنا الموقع بيدي خمسمية عملة مجانا. خمسمية عملة دول كافية انا تطلع شغل كتير جدا. من هنا هقدر اخرج الصورة بتاعتي على هيئة فيديو خمس ثواني. هدوس عليها كده. وهنا هخرجه بنفس الحجم بتاعها اللي هو الحج الاتش دي. وادوس حفز. هيبدأ يحفظ للصورة على الجهاز بتاعي. سوى ازا كان التليفون او الكمبيوتر. في معنا موقع تاني كمان عشان لو انا عايز احرك العينين واتدي له حركة اضافية. هنيجي على الموقع ده. زي ما انت شايف بيديك امثلة ازاي الوش هيتحرك بحركة طبيعية عشان يديك شوية تعبيرات. هاجي على الخانة دي وهدوس على الزرار ده. هيطلع لي هنا الصورة. هجيب الصورة بتاعتي. السعيب الموقع ده في حاجة ان هو بيخدش الصورة كاملة هو بياخد الوش فقط. هاخد الصورة بتاعتي. واقول له افتحها. هيحمل معايا ثواني. هيفتح معايا الجزء من الوش زي ما انت شايف. انا ممكن ادمجه مع الصورة التانية او الفيديو التاني بحيس ان انا اطلع فيديو احترافي شوية. بس دي هتبقى صعبة في برامج المونتاج لو انت لسه مبتدئ. بس هو بيديك نتيجة كويسة جدا. وللاسف الموقع هنا ما فيش وسيلة لحفظ الفيديو ده. الفيديو زي ما انت شايف بيتحرك حتى معي بالمؤشر. علشان احفظ الفيديو ده. انا هعمل زائد عشان اكبر الشاشة شوية. وهاجي على برنامج موجود في ويندوز عادي. ولو انت بتشتغل على الموبايل ممكن اي برنامج بيسجل شاشة عادي اللي هو موجود في الموبايل اساسا تسجيل الشاشة. وهسجل الشاشة وبعد كده اقطع الجزئية دي فقط. من الكمبيوتر هتيجي على القايمة عادي وتبحس عن برنامج سنيبينج تول. البرنامج واضح قدامك. هتفتح وتسجل لقطة شاشة عادي. المدة اللي انت عايزة خمس ثواني او عشر ثواني. وبعد كده هتقطع الجزئية دي فقط عشان تستخدمها في الفيديو. وان شاء الله في الطريقة المجانية اللي انا هجيبها لك النهاردة وهتنبهر بيها جدا. هشوف لك برضو الطريقة اقدر اعمل بيها الموضوع ده من غير الموقع. عشان اقدر ااخد تعبير كامل للصورة كاملة. طيب خلصنا كده من الموقعين اللي احنا ممكن نستخدمهم علشان نبدأ نحرك الصورة بشكل سلاسة الابعاد. فاضل ان احنا نضيف التعليق الصوتي. التعليق الصوتي اللي انت شفته الاول بصراحة ده انا اللي عامله شخصيا انا بفضل له. هعلق صوتي بقى انا هعلق صوتي بنفسي علشان خاطر اضمن مليون في المية ان دي حاجة خاصة بيا انا. ولكن الموقع اللي انا جايبه لك النهاردة وهو اسمه ده موقع من المواقع المشهورة جدا. بيديك انك تستخدم عشر تلاف كلمة. عشر تلاف كلمة ده رقم ضخم جدا انك تستخدمه مجانة. وبعد كده لو حبيت ترقي حسابك برضو انت حر. بس طبعا بعد ما تخلص عشر تلاف كلمة انت ممكن تعمل حساب جديد وتبدأ تستخدم عشر تلاف كلمة تانية. طبعا لو حساباتك خلصت تقدر تستخدم اي بريد من بريد مهمل او عشان تبدأ تطلع ايميل جديد عشوائي تستخدمه الى مالة نهاية. وكل مرة هتاخد عشر تلاف كلمة. انا استخدمت منهم جزء كبير جدا بقى لي كم يوم ولسه فاضل معي سبعة تلاف وستمائة كلمة. الموقع هنا من المزايا بتاعته انك لو سجلت ودفعت عضوية مدفوعة انك كمان تقدر تعمل صوتك نبرة زكاء اصطناعي. انت هتعمل نسخة من صوتك ومجرد ما تكتب له كلام الكلام هيتنطق بصوتك انت. دي طبعا من المميزات الرهيبة جدا اللي موجودة في الموقع ده. بس مبدئيا احنا هنشتغل على الاسوات الموجودة وان شاء الله ما عليها اي حقوق. هنا بتختار النوع زكرة وانسة وبتختار كمان طريقة اللكنة بتاعته. والصوت بتاعه هل هو صوت عميق ولا صوت رفيع ولا صوت شباب ولا صوت رجل عجوز زي ما انت عايز. هنستخدم هنا الصوت الاولاني طبعا لو انت عايز تسمع الصوت الاساسي بتاعه. لو دست هنا على تشغيل هيقول لك الصوت بتاعه باللغة الاساسية بتاعها. بس احنا النهاردة هنخليه انطق عرب. اعدادات الصوت افضل انك تسيبها زي ما هي. بعد كده عندنا هنختار الاختيار الاولاني او التاني ده لسه تحت التجربة. فلسه ما تستخدموش دلوقتي. الافضل انك تستخدم ده عشان يقدر يخلي لك الشخصية دي تتكلم باللغة العربية. وهنا هنحط له الجملة اللي احنا هنقولها على الفيديو. لو انت مسلا عامل القناة بتاعتك او المخطوة بتاعك عن الحكم او الاقوال المأثورة او اي حاجة زي كده فانت هتختار المجال اللي انت عايزه. وهنكتب هنا الجملة ويفضل انها تكون بالتشكيل لان اللغة الاساسية مش عربي فبالتالي لما يقرأ عربي هيبقى فيه لغة كتير. هنعمل التشكيل ده ازاي? اتكلمنا في الموقع ده في فيديوهات قبل كده كان لست قريبا في الفيديو الاخير او اللي قبله موقع اسمه شكلي. هتضغط على الموقع هنا وهنحط له النص الجديد وهي الجملة بتاعتك. مهم جدا انه انت بتكتب الجملة علشان حد ينطقها بصوته وهو اصلا مش لغته. فلازم تهتم بالفواصل ما بين الجمل عشان يوقف ما بين الجمل. ومهم جدا انك تنهي الكلام بنقطة علشان خاطر يعرف ان دي نهاية الجملة فهتفرق كتير في طريقة النقطة. وهيجي هنا اخطار ازا كنت هشكل تشكيل كامل او تشكيل لاواخر الكلمة او تشكيل الزامي. هنشوف هنا مع بعض التشكيل الكامل. هدوس هنا ابدأ التشكيل. هيشكل الكلام كله من الالف لليان. اما تشكيل اواخر الكلمة فهيشكل اخر الكلمة فقط. تشكيل الالزامي وهو التشكيل الضروري مش لازم يكون تشكيل كامل. طبعا لو لقينا ان الشخصية بتنطق بعض الكلمات غلط لان هو مش عارف يفهم التشكيل صح. فهنغير هنا التشكيل. هنيجي هنا ونحط له الكلام بتاعنا بعد التشكيل وبعد كده ادس له هنا التوليد. لا تعترض لما لا يعينك واعتزل عدوك. لا تعترض. في خلال ثواني خلص عملية التوليد بتاعة النط نسمحها مع بعض. لا تعترض لما لا يعينك واعتزل عدوك واحتفظ من خليلك الا الامين من القوم لا يعادله شيء ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. ولا تفشن اليه سرك واستشير في امرك الذين يخشونا له عز وجل. هنا هنلاقي بعض الاخطاء في النطق مثلا زي واستشير. احنا عايزينه واستشير مش واستشير. هاجي هنا على الكلمة بتاعة الته. واشيل الضم خالص. واشيل السكون مسلا اللي على العين. الفتحة دي هاشيلها. وهجرة بعمل توليد مرة تانية. انا النهاردة بس بديك مثال انت ممكن بعد كده تفهم التشكيل صح وتزبط تشكيلك بحيث ان الكلام يتنطق صح. هنسمع مع بعض بس الجزئية واستشير في امرك. زي ما انت شايف نطق الجملة المراضي صح. فانت هتعدله التشكيل وزي ما اتعدل التشكيل هو ينطق الكلام بالزبط. بعد كده هنيجي هنا على حفظ. واحفظ الصوت بتاعي. خلاص كده انا حفظت ملف الصوت. في موقع تاني استخدامه ممكن يكون حاجة ترجع لك. ممكن تستخدمه او لا لو انت راضي عن الصورة بتاعتك. وهو موقع النسخة بتاعته الانلاين موجودة تقدر كمان تستخدم الامتيازات اللي بيقدمها الموقع هنا. لو انا عايز اغير خلفية الصورة او عايز اركب الشخصية ديت على خلفية تانية انا عايزها. هستخدم الاادية ديت وان هي ازيل الخلفية. هدوس عليها كده. هيبتح لي صفحة جديدة. كل العالية ان انا هحمل الصورة بتاعتي اللي انا كنت نزلتها من الزكاء الاصطناعي. هنا هشيل الخلفية بتاعتها علشان لو عايز ابدلها بخلفية تانية. طبعا ليك حرية الاختيار انك تاخدها زي ما هي او انك تبدل الخلفية. انا بديك هنا كل الامكانات اللي ممكن تستخدمها. زي ما انت شايف شلي الخلفية مباشرة. عشان اقدر استخدمها ببرنامج المونتاج لانه دي مش صورة ده هيطلع على شكل ملف في فيديو. فبالتالي هنا هحطوله خلفية باللون الاخضر. عشان بعد كده اعزلها ككرومة داخل برنامج المونتاج. وبعد كده احفظ الصورة عادي. هيطلع لي الصورة بدقة الف وتمانين. طيب انا كده خلصت الجزء الاولاني وهو المهم ان انا اولت صورة. عرفنا ازاي نحرك الصورة علشان بدل ما هي صورة صامتة كده اخلي الصورة متحركة وفيها بعد سلاسي. عرفنا ازاي نفصل الخلفية لو انا عايز في المونتاج ان انا اغير الخلفية بتاعتي. عرفنا ازاي ان انا هعمل ملف صوتي لو انا مش هتكلم بصوتي. بس نصيحة مني لو انت صوتك كويس او كمان فيه برامج تعديل للاصوات دلوقتي بقت كتيرا منتشرة جدا وسهلة. ممكن كمان تعدل على صوتك عشان يطلع صوتك بشكل كويس. عايزين بقى ناخد كل اللي احنا عملناه ده. نبدأ نشوف هنطلعه فيديو ازاي وهنركب الصوت على الصورة وحركة الشفاف هتم ازاي? لغز النهاردة بيقول ما هو الشيء الذي يسمح لك بالنظر من خلال الحق مباشرة. لو عرفت الاجابة هتنزل بسرعة اكتبها لي في الكومنتات تحت بس اهم حاجة انك تكون عامل اشتراك ولايك. عشان حتى لو جاوبت صح ومش عامل الشروط اللي هي الاشتراك واللايك. اسمك مش هيكون من الكومنتات اللي بيختارنا بينها الموقع. نرجع ونكمل كلامه. هنيجي هنا على موقع او اداة تابعة لجوجل رسمية. هتقدر تشتغل عليها عادي من خلال جوجل درايف. الاداة دي اسمها دي بتشتغل باوامر برمجية باللغة البايسون. ناس بتعمل اكواد انت كل اللي عليك انك بتاخد الكود اللي انا بجيبهه لك. خطوة او اتنين او تلات خطوات بالزبط بتعملهم. والفيديو بيطلع لك جاهز بدون مواقع ولا برامج ولا اشتراكات ولا اي حاجة خالص. انا جبت لك الكود جاهز النهاردة. كل اللي عليك انك هتضغط برضو على اللينك اللي انا هبقى سايبهه لك. هيدخلك على الصفحة دي مباشرة. الميزة هنا تقدر تقول انها مش ميزة واحدة دي كزا ميزة. انت لو الجهاز بتاعك ضعيف سواء اذا كان كمبيوتر او موبايل فانت مش هتشتغل على كارت الشاشة الخاص بجهازك. كل حاجة هتشتغلها على سيرفرات تبع الجوجل. انت مش هتعمل اي حاجة من انت مش هتستخدم اي حاجة من امكانيات جهازك. ولا هتشتغل على برامج. دي اوامر هتنفز الشغل بالنيابة عنك. كل اللي هتعمله بقى امشي ورايا خطوة بخطوة. اول حاجة هنا هنيجي على واضغط عليها كده. وهنتظر لغاية لما الاشارة دي اللي هي التلات نوقت دول يتغيروا. ويجي لعليها علامة صح. نحرك الصورة شوية ناحية اليمين عشان نبدأ نشوف الخطوات بتاعتك. هنا طبعا هتشترك في القناة لو انت ما كنتش اشتركت من اول الحلقة. هنيجي هنا على الخطوات هتلاقي خطوة الاولى التسبيت. خطوة تانية رفع ملف من الجهاز. الخطوة التالتة هترفع ملف الصوت. وبعد كده هو اوتوماتيك هيدمج لاتنين مع برد. اول حاجة هعملها وهي خطوة التسبيت هضغط كده عليها. وانتظر ثواني هيكون خلص وبعد كده هيعمل لي عليها علامة صح. مالكش دعوة بالاوامر والاكواد والحاجات اللي بتكتب. دي امر طبيعي علشان يبدأ العملية بتاعتك. فلس كده وخلص الخطوة الاولى زي ما انت شايف كاتب الوقت واحد دقيقة. بعد كده هننزل على الخطوة التانية. اللي هيطلب مني فيها رفع ملف الفيديو. هضغط هنا على تشغيل. مجرد ما اضغط على تشغيل هيطلع لي هنا الزرار ان انا ارفع ملف الفيديو. هختار ملف الفيديو بتاعي. هشوف انا حاطط ملف الفيديو فين. هنزل كده. انا حاطط ملف الفيديو بتاعي هنا. وهدوس لأوبين. بعد كده هنتظر لغاية لما الخطوة دي تخلص. تسعة وعشرين تسعة وخمسين هيخلص مية في المية وهيطلع لي الفيديو بتاعي. خلص الفيديو بيقول لي ده فعلا الفيديو بتاعك هو ارى كده الفيديو تمام. مش مشكلة المدة الزمانية بتاعة الفيديو هو هيقلم الفيديو ده مع المدة الزمانية بتاعة الكلام. دي الميزة في الخطوة بتاعة النهاردة غير انها مجانية ووفرت علينا فلوس. ومش محتاجة اي برنامج ولا امكانيات للجهاز ولا اي حاجة خلص. انت بتشتغل على سيرفر تابع لجوجل. بعد كده هاجي على ملف الصوت. هعمل نفس الموضوع برضو عملية التشغيل. وهيطلب مني ان انا ارفع ملف الصوت. هختار ملف الصوت بتاعي. اه ده طبعا ملف الصوت اللي انا كنت مسجله بصوتي. انت طبعا اه ممكن تاخد ملف الصوت اللي انت نزلته من الموقع اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. هدوس له هنا وهنتظر لغاية لما التحميل ده يخلص يبقى انا كده حملت ملف الصوت وملف الفيديو. طبعا يفضل في الطريقة دي ان ملف الفيديو هنا ما يزيدش عن تلاتين سانية. انت مش محتاج اكتر من تلاتين سانية. هنا خلصنا المرحلة التانية وهي رفع ملف الصوت طبعا الوقت هنا على حسب ملف الصوت بتاعك حجمه كبير او الحجم صغير. ملف الفيديو هنا خمس ثواني ملف الصوت اتنين وعشرين ثانية هو هي اقلم الفيديو ده مع ملف الصوت الاتنين وعشرين ثانية. هنيجي على الخطوة الاخيرة ما تغيرش في اعدادات اي حاجة لان دي اكواد برمجية انت كده كده مش هتبقى فاهم فيها. يعني ما لكش دعو بالكلام ده وما تغيرش في اي حاجة. وهنيجي هنا ندوس على تشغيل. هنا هتاخد وقت بسيط شوية على حسب مدة الفيديو ومدة الكلام بتاعك على ما يدمج الاتنين مع بعض. هننتظر لغاية لما يخلص الاوامر والشغل بتاعه وبعد كده يطلع لنا نتيجة نهائية للفيديو. كده تمام الفيديو بتاعي طلع. هشغل. زي ما انت شايف ركب لي الصوت على الفيديو عادي وبدأ يتكلم. بس طبعا انت هترجع تقول لي هنا مش دي الجودة اللي انا منتظرها. الفيديو هنا الجودة بتاعته سيئة عن الصورة اللي كانت مفروض موجودة الاول. عشان كده قلت لك انا بزلت مجهود كبير جدا علشان اقدر اطلع لك الصورة كاملة. وازاي تحول فيديو من ده للصورة اللي انت شايفها لصورة احترافية جدا. وبرضو كله بالاكواب مش هنستخدم اي برامج خارجية. اول حاجة هندوس على التلات نقطة دول عشان هنزل الفيديو بتاعي الاول. الفيديو خلاص نزل. ده دلوقتي الملف اللي طلع بعد ما خلصنا الكود بتاعنا. الكلام مظبوط جدا والصورة بتتحرك واخر حلاوة بس برضو زي ما قلنا الجودة مش هي اللي انا منتظرها. مش هي اللي انا شفتها في اول الفيديو. معرفك دلوقتي برضو من خلال الاكواد اللي احنا عملناها عشان اطلع الفيديو ده. ازاي احسن جودة الفيديو وخليها احترافية. هننوح مع بعض لخطوة تحسين الفيديو. هنا هيفتح معاك نفس الوجهة تقريبا اللي احنا فتحناها المرة اللي فاتت بس المرة اللي فاتت كانت عشان تركيب الصوت على الصورة وتحريك الشفايف. المرة دي احنا هنحسن الفيديو اللي احنا طلعناه عشان نطلع فيديو بكواليتي عالية. هنعمل نفس اللي عملنا المرة اللي فاتت وهنضغط هنا على اول ما يزهر لعلامة صح هروح هنا على الخطوة الاولى واعمل تسبيت. هضغط هنا على تشغيل. وهنتظر برضو من تلاتين سانية لديقة تقريبا. المرحلة الاولى خلصت اخدت تقريبا دقيقة واحدة زي ما هو مكتوب قدامك. هنخش على الخطوة التانية هنعمل تشغيل. دي ما خدتش اي وقت خالص. بعد كده هندخل على الخطوة التالتة وهنعمل تشغيل. هدخل برضو في حدود تلاتين سانية لدقيقة تقريبا. المهمة عندنا في الخطوة دي ات ان احنا هننتظر في رابط هيزهر لنا هو ده الرابط المهم اللي هيحولنا للصفحة اللي هنشتغل منها ونبدأ نحط الفيديو علشان نحسن الجودة بتاعتك. كده ظهر لي اللينك اللي انا عايزه. الخطوة دي هتفضل شغالة لغاية لما هنخلص الفيديو. هضغط كده على اللينك ده. هيفتح لي الصفحة التانية اللي احنا هنخط فيها الفيديو اللي جودته قليلة عشان نطلع فيديو جودته عالية. هنسيب الاختيارات ديات زي ما هي ونفس الارقام. وهيجي هنا على تحميل الملف. ده الملف بتاع اللي انا عايز احسن الجودة بتاعته. بيعمل هنا رفع ملفه مجرد من ملف يخلص هيزهر ليه قديني. ظهر بالفعل الملف اللي هو القديم اللي كانت جودته منخفضة واللي احنا عايزين نحسن الجودة بتاعته. مباشرة هيبدأ يزهر لي الشكل اللي مفروض الفيديو هيتحول ليه. طبعا النتيجة واضحة جدا والفرق كبير قوي. هنيجي هنا هنعلم على الاختيار ده. وبعد كده ندوس بيبدأ هنا يخرج لي الفيديو بتاعي. بعد ما خلص معالجة الفيديو هيبدأ الفيديو هنا يزهر لي في خانة. ظهر الفيديو زي ما انت شايف الفرق ما بين الفيديو هين. هاجي هنا على خانة التنزيل وهعمل تنزيل للفيديو. كده ان الفيديو هين موجودين عندي هنقرض الفيديو القديم بالفيديو الجديد بعد تحسين الجودة. ده الفيديو القديم. بعد ما خلقناه مباشرة من الامر بتاع تركيب الصوت على الصورة. هنوقف هنا ونقفل ونرجع نفتح الفيديو الجديد بعد تحسين الجودة. هظن الفرق واضح جدا جدا ما بين الاتنين. هنا الصورة اوضح وحركة الشفاف اوضح وكل حاجة واضحة عن الاول. خلينا بقى نكمل الحلقة برضو بما ان احنا خلصنا خلاص كده الفيديو جاهز للنشر والصورة بتاعته صورة احترافية والاداء احترافي جدا. فاضل ان انت لو عايز تضيف عليه كتابة او تعمل اي حاجة في المونتاج. ممكن مسلا تضيف عليه صوت زيادة في الخلفية او عايز تعمل كتابة زي اللي كان في موجودة على الفيديو اللي كان في المقدبة. وبما ان لنا النهاردة اتفقنا ان احنا مش هنستغل موارد الجهاز سوى اذا كان الكمبيوتر او الموبايل وهنشتغل شغلنا كل اونلاين مش محتاجين ننزل حتى برنامج منتاج. عندنا الموقع بتاع النهاردة وهو اسمه وده موقع ممتاز جدا ومن المواقع الاحترافية عشان تعمل منتاج اونلاين. كمان بيقدم لك قوالب جهاز لدك تبدأ تعدل عليها مش لازم كمان انت اللي تبدأ الشغل من الاول. وهنا بيديك نبزة تعرفية عن الموقع انت تقدر تضيف ليارات ازاي وتبدأ تعمل فيديو احترافي بابسط الخطوات الممكنة. هبقى سايب لك برضو لينك التسجيل في الموقع ده والموقع مجاني مية في المية. في الحالة المجانية بيديك فيديو لغاية جودة سبعمائة وعشرين. اما لو عايز ترفع الجودة الالف ثمانين فانت لازم تكون مشترك في الموقع. انا دخلت الحساب بتاع دولاتي وزي ما انت شايف الحساب ده حساب مميز او عضوية مميزة. انت لو اشتغلت بالعضوية المجانية برضو مفيش مشكلة هتاخد كل امتيازات الموقع ولكن زي ما قلت لك لما تيجي تخرج الفيديو هتخرج الفيديو بجاودة سبعمائة وعشرين فقط. طبعا الموقع مليان امتيازات وحاجات كتيرة جدا ممكن نتخلق بعد كده في حلقة منفاصلة لو طلبتم. لكن النهاردة احنا هنستغل خطوة المنتاج فقط عشان الحلقة متطولش منها. هنضغط هنا على خانة التعديل. وهختار المساحة بتاعتي الفيديو بالطول ولا بالعرض. او مربع لو انا هشتغل على الانستغرام. زي ما انت شايف فتح لي المساحة مباشرة واول حاجة بيطلب مني ان انا احمل الملف اللي انا عايز اعمل عليه منتاج. لو ضغطنا على الفيديو كده هيبدأ يفتح لي في الخانة ديات واعمل هنا اضافة. مباشرة ظهر لي الملف هو في التعديل. هكبر زي ما انا عايز. لو انا عايز اكبر الصورة شوية. كده. ممكن اخده بجنب كده شوية. وسيب هنا مسلا مساحة للكتابة. هلاقي عندي هنا النصوص. اقدر اضيف اي نص باي حركة زي ما انا عايز. في عندي نصوص متحركة وفي عندي نصوص سابتة. كل الالوان وكل الاشكال. ممكن اضيف اي شكل انا عايزه. هنا بيقول لك مسلا الكلام هيتحرك بالمنظر ده. طبعا كل مجموعة هنا لو دست على السهم هيفتح لي مجموعة اكتر منها. هتختار اشكال زي ما انت عايز. ممكن كمان تعمل كتابة احترافية اكتر من اللي انا عاملها في المقدمة. هنا برضو الكلام هيزهر بالمنظر ده. لو جينا سحبنا النص ده وحطناه كده. ادي النص موجودة هو. هعدل علق الكلام. وحط هنا الجملة بتاعتي. وغير كمان اللون. اختار هنا اللون الابيض. ممكن كمان تختار الفونت زي ما انت عايز. عايز تغير الفونت برضو عادي. كل حاجة في الموقع هنا متاح. غيرت الفونت ده وبعد كده مسلا بسحب اللير انا عايز الجملة دي تزهر من اول الثانية واحد للثانية اتنين على حسب ما هو بيتكلم. طبعا انا هبقى سامع الكلام. مجرب ما هشغل كده. هبدأ الاقي الكلام يزهر لي بالمنظر ده. طبعا انت هتختار من الليرات وتعمل الاخراج اللي انت نفسك فيه. ممكن كمان لو عندك اللوجو الخاص بي بالقناة او بالمحتوى بتاعك هتبدأ ترفع اللوجو وتبدأ تحطه هنا على المحتوى. عندك كمان هتلاقي هنا ممكن تشوف اي ستيكر انت عايزه. كل حاجة ممكن تقدر تضفها على الفيديو. الموقع متميز وفيه كل حاجة ممكن تضفها او تشتغل بيها في المونتاج. وبعد ما تخلص الفيديو بتاعك بتيجي هنا على وتخرج الفيديو بتاعك هنا لو انت الجودة بتاعتك عادية هتشتعل على سبعمائة وعشرين بس انا عشان الحساب بتاع بريميوم فانا مديني ان انا ممكن اطلع لحد جودة الف تمانين. وبعد كده بضغط هنا وابدأ اخرج الفيديو وارفعه على اي منصة انا عايز اشتعل عليه. اتمنى تكون استفدتوا من الحلقة بتاعته النهاردة وما تكونش طويل علي. وزا كان الطالد شوية فكان الهدف منها ان انا امشي معاك خطوة بخطوة علشان تقدر توصل للنتيجة النهائية اللي انت شفتها دلوقتي. الهدف من التعب اللي انا تعبته في الفيديو ده والوقت اللي انا اخدته في التصوير والمنتاج عشان يطلع لك الفيديو بالمنظر اللي انت شفت ده اني افيدك في الاول والاخر وخليك تقدر تحقق فلوس بدون اي مقابل. كل المقابل اللي انا طلبتوا منك انك تنزل بس تعمل لايك للفيديو لو كان فعلا الفيديو عجب. ولو عايزين شرحها اكتر في المحتوى ده يا ريت تقولولي في الكومنتات. انا بحاول ابحث على طرق اكتر. نقدر نستفاب منها مجانا زي ما عملنا النهاردة بالزبط. وهتكون في مجالات تانية برضو عن طريق الزكاة الاصطناعي. من خلال جوجل مباشرة زي ما عملنا النهاردة. بحيث ان احنا نوفر على المبتدئين وحتى كمان المحترفين ان هما يدفعوا فلوس في المواقع اللي بتاخد مبالة كبيرة جدا مقابل دقيقة بتطلها لك في الاخر. طبعا برضو لو انت وصلت معي لللحظة دية فانت عارف انا اقول لك ايه انت اسطورة. انزل اكتبها لي في التعليقات عشان اعرف انك وصلت معي لنهاية الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم اسامة. سلام.